نهاردة الدكتور أحمد جبالة طبيب النادي الأهلي قال إن المسحة الطبية اللي عملها أنتوني مودست مهاجم الفريق جات سلبية وبكده الجهاز الفن تطمن على مودست ومودست أصبح جاهز للمشاركة في المباريات لسه عنده بعض الوحدات التدريبية والبدنية هيعملها في ملعب التتش عشان يتأهل للمشاركة مع النادي الأهلي كمان النادي الأهلي استعاد خدمات السلاسي محمد عبد المنعم وإمام عشور ومحمود متولي قبل مواجهة سنبا التنزاني يوم الثلاثة اللي جاي فيها بربع نهائي الدوري الأفريق الثلاثة شاركوا في مران الفريق مساء الأحد عبد المنعم وإمام بقوا جاهزين تماما للمشاركة في مباراة سنبا بعد الشفاء من الإصابة لكن مشاركة متولي لسه محل شك نظرا لأنه بقاله فترة غايب عن المباراة ونعتقد محمود متولي صعب يلحق المباراة اللي جاي